موسيقى السلام عليكم تبدأ في غزة اجتماعات المصالحة بين فتح وحماس وصل موسى أبو مرجو القياد في حركة حماس إلى غزة آتيا من مصر عبر معبر رفح الحدودي أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مسؤول ملف المصالحة أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع القيادة المصرية حول مختلف القضايا الفلسطينية وفي مقدمها الموضوع السياسي وملف المصالحة في ظل سعي لتحقيق مصالحة تنهي الانقسام الفلسطيني تبرز أيضا تصريحة تخص ملف المفاوضات يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشجعة إن المفاوضات لن يتم تمديدها في ظل التعنت الإسرائيلي فيما كان الرئيس محمود عباس التقى وفدا من الكنيسة وأبلغه أنه سيطلب من الإسرائيليين أن يأخذوا المفاتيح إذا استمر الجمود السياسي وتحمل مسؤولية ما يحدث في أراضي السلطة إذن مشاهدين نتحدث اليوم في حلقة آخر طبعا الشأن الفلسطيني كما نناقش أيضا مع ضيفنا أبرز عنوين الصحف المتعلقة بالمستجدات العربية والإقليمية ضيف اليوم هو المحلل السياسي والكاتب حافظ البرغوثي الذي ينضم إلي مباشرة من راملة عبر الأقمار الاصطناعية أهلا بك أستاذ حافظ أهلا بك هل نحن أمام مرحلة جديدة تنهي الانقسام وتعيد ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني برأيك؟ الجميع يأمل ذلك لكن هذا الأمل عادة يتبدد في آخر اللحظة مع الأسف هناك كثير من اللقاءات وكنا على وشق الاتفاق ونبدأ بذكر أسماء أعضاء الحكومة التي ستشكل من المستقلين إلى آخر ذلك ثم في آخر اللحظة يتم تأجيل كل شيء الجميع يأمل في ذلك رغم أن الصعوبة الظروف الحالية أكثر تعقيداً بسبب العلاقة المتوترة بين حركة حماس ومصر وأيضاً بسبب صعوبة التواصل بين جناحي الوطن الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لكن الأمل مازال قائماً على إقامة دائمة في مصر هل هناك من أي بوادر لتحسن هذه العلاقة؟ نحن نأمل بتحسن العلاقات الفلسطينية مع الجميع لأنه من مصلحة القضية أن لا ندخل في صراعات مع أي دولة عربية لأن هذا يعود يعود على القضية بأكبر الضرر ولذلك كنا ضد الانغماس أو الاتهامات التي وجهت لحماس بأنها متورطة في أحداث مصر لأن القضية أكبر من أن تزج في مثل هذه الصراعات الحزبية الضيقة التي لا تخدم لا الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية ولا الشعب المصري أيضاً سنتحدث بشكل موسع أكثر عن كل أشياء الفلسطيني والمصالحة لكن دعنا نستمع سوياً إلى عنوين بعض الصحف العربية ومن ثم نعود لو سمحت السلام عليكم مشاهدينا نستهل هذه الجولة مع صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ فيها دمشق تتجاهل الحل السلمي وتفتح باب الترشحي للرئاسة قذائف قرب البرلمان السوري أمريكا تتحر استخدام النظام للكيميائي وأيضاً نقرأ في الشرق الأوسط مبادرة زمزم تشق صفوف إخواني الأردن مرحلة فاصلة في تاريخ الجماعة بعد فصل ثلاثة من قادتها أما الآن فننتقل إلى سوريا مع صحيفة الوطن وجاء في عنوانها الأول فتح باب الترشح والانتخابات الرئاسية في ثالث من حزيران اللحام أكد أن إجراءها في موعدها أحد تجليات النصر القريب وستكون تحت إشراف القضاء ميدانياً نقرأ في صحيفة الوطن الجيش تقدم بحمص القديمة ويعزز سيطرته في حلب شهداء بقضائف الإرهاب بدمشق وحمص ومقتل قيادياً من داعش بمعارك مع النصر بدير الزور وأيضاً في الوطن مفاوضات اليارموك تتجه للتركيز على المتشددين من سوريا إلى الجزائر مع صحيفة البلاد وجاء فيها البلاد تنشر فحوى التعديل الدستوري المرتقب تشكيل الحكومة من طرف الأغلبية النيابية تقليص صلاحيات الرئيس الخاصة بالتشريع وأيضاً في هذه الصحيفة نقرأ عبد الرزاق مقري يكشف السلطة عرضت على حمص منصباً من صحيفة البلاد مشاهدين ننتقل إلى الأردن مع صحيفة الدستور وجاء فيها احتجاج رسمي أردني على الانتهاكات ضد الحرم القدسي الخارجية وتستدعي السفير الإسرائيلي الممني الحكومة وبالتنسيق مع دولة فلسطين ستتخذ خطوات للدفاع عن الأقصى أيضاً في صحيفة الدستور الأعلى للسكان الأردن مقبلون على تغير ديموغرافي جراء اللاجئين السوريين من صحيفة الدستور إلى صحيفة القدس العربي ونختار من عنوينها تخلي حماس عن بعض شروطها يمهد الطريقة لحكومة مشتركة مع فتح عباس يزور الدوحة قريباً وملف المصالحة على جدول الأعمال أيضاً في القدس العربي إعفاء وزير الصحة السعودي المقرب من الملك من منصبه ونقرأ في هذه الصحيفة نهاية درامية للخلاف حول أردنة الإخوان المسلمين فصل مؤسسي حركة زمزم بعد تعاون السلطات معها إلى سلطنة عمان مع صحيفة الوطن وجاء فيها سوريا الرئاسية في الثالث من يونيو والإرهابيون يسعون للتعطيل معارض الخارج يبحثون عن دعم خليجي وأمريكا تعود لحديث الكيميائي إلى لبنان الذي يبدأ باختيار رئيسه غداً ونقرأ أيضاً في صحيفة الوطن التفاؤل يستبق جولة المصالحة الفلسطينية نبقى في الخليج ولكن نذهب إلى البحرين مع صحيفة الوسط وجاء فيها الانتخابات السورية في يونيو والغرب يصفها بالمهزلة وفي الختام بدء محاكمة نشطاء تويتر في تركيا إلى هنا نصل المشاهدين إلى ختام هذه الجولة أما الآن فنعود إلى الزميلة فتون لمتابعة برنامج آخر طبعة هبا بيطار شكراً لك لهذا العرض الصريع لعنوين الصحف العربية إذن سيد الكريم قبل أن نعود إلى ملف المصالحة ونتوسع به أكثر لأنه مهم بالطبع دعنا نتحدث عن بعض عنوين هذه الصحف يعني إذا ما اتجهنا إلى سوريا وصلتنا الضوء على مخيم اليارموك كيف ينظر الفلسطيني في داخل فلسطين إلى ما يحدث في المخيمات الفلسطينية خصوصاً مخيم اليارموك وعين الحلوة يعني هذه قضية مخيم اليارموك قضية معقدة مع الأسف هناك تورط فلسطيني في هذه المسألة سواء مع المعارضة أو مع النظام الرسمي وبالتالي لا يمكن يعني بقدر ما استطاع الفلسطينيين أن يكونوا محايدين في سوريا للتجنب هذه الفتنة الكبرى لكن هناك عناصر من هنا وهناك تدخلت وأقحمت الفلسطينيين وسمحت للمتطرفين بالدخول عناصر فلسطينية من الطرفين وأخذت الجماعات المتطرفة تدخل المخيم إلى آخره وهذا أدى إلى ما يحدث الآن في المخيم وأيضاً هناك محاولات لنقل هذه الفتنة إلى المخيمات أيضاً عن طريق أطراف فلسطينية مختلفة سواء كانت على علاقة مع بعض الأطراف العربية أو مع بعض الفصائل أنا لا أرى أي مصلحة للفلسطيني في هذا الخضم القضية الفلسطينية كما قلت سابقاً بالنسبة لحماس ومصر أهم من كل شيء ويجب الحفاظ على مسافة واحدة لماذا تتورط هذه الأطراف؟ من الصراع هذه الأطراف لماذا تتورط؟ هل تتورط حتى هذه الساعة؟ لماذا تتورط برأيك؟ يعني سبق وتورطت أطراف فلسطينية حتى في ضرب مخيمات في لبنان وسبق أيضاً هناك أطراف فلسطينية تعمل مع جماعات وطيارات دينية كما قيل في التفجيرات في لبنان الهدف الأساس هو توريط الفلسطيني وليس بفقط استخدامه حتى يقال هذا الفلسطيني خرج من المخيم الفلاني وعمل كذا مع الفريق الفلاني بهدف تصفية القضية في النهاية؟ بهدف تشويه الفلسطينيين أينما وجدوا وأيضاً استخدام القضية الفلسطينية كغطاء لكثير من الجرائم التي القضية منها براء في إطار موضوع مخيم أليرموك هناك الآن مفاوضات في أليرموك تتجه على التركيز على موضوع المتشددين هذا ما تحدثت عنه أنت الآن بطريقة أو بأخرى لكن دعنا ننتقل إلى الموضوع السوري أكثر كيف ينظر الفلسطيني الآن إلى الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة بأي عين؟ أنا أريد أن أعبر عن وجهة نظري تفضل أعطيني وجهة نظرك ما يحدث الآن الانتخابات الرئاسية في سوريا هي خطوة استباقية في إطار الصراع الحالي بين الغرب وروسيا في أوكرانيا كل يحاول أن يحقق مكاسب على هاتين الجبهتين وبالتالي كما لاحظنا أن الأمريكيين بدأوا بتسليح المعارضة في سوريا بعد أحداث أوكرانيا وهذا الأمر أسلحة نوعية لم تكن موجودة في السابق إذن الصراع في أوكرانيا له امتدادات حاليا في سوريا وخطوة الانتخابات الرئاسية تعني أن الأحداث في سوريا لن تتوقف أو بمعنى أن المسيرة السورية لن تتوقف سواء كان وافقت المعارضة أم لم توافق على التسويات التي يجري البحث عنها ويقفز إلى الأمام وفي إطار الصراع كما قلت لك هناك صراع قوي قد لا يظهر على السطح بقوة بين الغرب وروسيا والبداية كانت في سوريا لأن روسيا منذ البداية قالت أن سوريا تدخل ضمن الأمن القوم الروسي الجنوبي والآن الصراع في قلب روسيا في أوكرانيا التي هي تكون في قلب روسيا فإذا الخطوة السورية أعتقد أنها تأتي في هذا السياق في إجراء الانتخابات وليكن ما يكون هي عمليا طب بهذه الطريقة كيف ستنعكس هذه الخطوة الآن على الوضع الإقليمي والوضع الدولي فيما يخص أيضا أوكرانيا بمعنى آخر هذه الخطوة تعني أن بالنسبة للنظام السوري أنه لم يعد يهتم بما يجري حوله بالمعنى أنه قادر على الصمود وقادر على البقاء بغض النظر عن التدخلات الخارجية وأنه كما يقول أنه في مرحلة دحر المعارضة بقوة فيما أن المعارضة أخذت تستقوي أكثر أو الأمريكيون أخذوا يحتاجون إليها أكثر من السابق بعد أن نفضوا أيديهم منها في فترة قبل شهور ورفضوا التدخلات ورفضوا توفير غطاء جوي ورفضوا تزويدهم بسلاح نوعي إذن الأمريكيين أيضا غيروا وجهة نظرهم المعركة الآن ستكون شديدة أكثر سياسيا وعسكريا في المنطقة الكثير من الدول حتى خارج سوريا والمحيطة بها بدأت توقن بأن إسقاط النظام لم يعد لم يعد ممكنا وأنها مسألة صارت في حكم الماضي كيف تتخيل بهذه الطريقة شكل التسوية إن صح تسميتها بهذه التسمية حول سوريا أنا قلت أن النظام كما يقول أتكلم عن التسوية الدولية سيدي الكريم التسوية الدولية حول الموضوع السوري التسوية الدولية أعتقد أنها أصبحت أبعد من السابق لأن المواقف بين الطرفين ازدادت تباعدا بعد التغيرات الميدانية على الأرض في سوريا وبعض التغيرات كما قلت لك في شرق أوروبا وبالتالي الحسابات تتغير طبقا لهذه التغيرات على الأرض وإذن فلا يمكن الحديث حاليا عن تسويات حسب الأسس والمبادئ التي حدثت في جينيف واحد وجينيف اثنين ننتقل الآن إلى الفقرة بعنوان أقرأ الحدث وفيها عدة مقالات عباس يزور الدوحة وملف المصالحة على جدول الأعمال مستقبل إخوان الأردن على المحك بعد فصل قيادات زمزم مخطط فرنسي لمواجهة القوات الجهادية في سوريا والبلاد الجزائرية تنشر فحوى التعديل الدستوري المرتقب فلنستمع عمان ثم نهود القدس العربي عباس يزور الدوحة وملف المصالحة على جدول الأعمال يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطر خلال الأيام القليلة المقبلة مصادر ديبلوماسية أكدت للصحيفة أن جدول أعمال لقاءته يتضمن المصالحة بين حماس وفتح وتوقعت مصادر مقربة من حماس أن تسفر المفاوضات التي ستجريها الحركة مع وفد الفصائل انفراجا كبيرا على صعيد تطبيق تفاهمات المصالحة وقالت المصادر أن حماس تخلت عن شرط تطبيق اتفاق المصالحة مع فتح كرزمة واحدة مقابل تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الحياة مستقبل أخوان الأردن على المحك بعد فصل قيادات زمزم جاء قرار جماعة الأخوان المسلمين فصل قيادات المبادرة الأردنية للبناء زمزم ليضع مستقبل الجماعة الأردنية على المحك قيادي بارز في الأخوان قال للصحيفة أن محكمة مركزية قررت فصل ثلاثة من قيادات زمزم لأنهم خالفوا النظام الأساسي للجماعة فمن شك أن القرار يضع مستقبل الأخوان على المحك لكن الأخطر من رهان الأخوان وزمزم هو رهان النظام الأردني ولا سيما الجناح المحافظ الذي لا يتردد في إظهار عدائه الشديد للجماعة ويأمل بحدوث شقاق داخلها على أساس إقليمي خصوصا أن غالبية قيادات زمزم من شرق الأردن وليس من أصول فلسطينية البلاد الجزائرية البلاد تنشر فحو التعديل الدستوري المرتقب كشف مصدر موثوق للصحيفة عن بعض تعديلات دستوري الجزائري المرتقبة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أهمها منح صلاحية تشكيل الحكومة إلى الأحزاب الحائزة على الأغلبية النيابية مع توسيع صلاحيات نواد في مراقبة عمل الحكومة بالإضافة إلى تحديد العهدات الرئاسية في الدستوري المعدل بعهدتين مدة الواحدة خمس سنوات كما ستقلص صلاحيات الرئيس خاصة في مجال التشريع أما حل الأحزاب السياسية فسيكون من صلاحيات القضاء وبحسب المصدر لم يفصل الرئيس بعد في مسألة إدراج مادة تنص على تعيين نائب له لوفي جارو خطة فرنسية لمواجهة القنوات الجهادية في سوريا وضع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف لمسات الأخيرة على خطة للكشف عن الراغبين بالسفر للقتال في سوريا الخطة تشمل نحو عشرين إجراء بعضها له تأثير مباشر وآخر طويل الأمد يأتي على شكل تعديلات تنظيمية أو تشريعية إلى جانب ضرورة الحصول على إذن بالخروج للقاصرين سيتم تشكيل هيئة تتابع قضايا العائلات التي يرتد أبناؤها المساجد أو يتواصلون بمواقع إلكترونية تروج للإرهاب الخطة ستشمل أيضا إجراء يوفر إمكان تسجيل معلومات لأشخاص يشتبه بهم في سجلات خاصة وفي نظام شنغن للمعلومات الذي يسمح بمراقبة المشتبه به في المطارات لكن هذا الإجراء له حدوده خصوصا أن عددا من الجهديين يستقلون الحافلات باتجاه إسطنبول حيث لا يحتاج الأوروبيون لتأشيرة دخول قبل التوجه إلى سوريا أستاذ حافظ كما سمعنا الرئيس عباس يزور الدوحة وملف المصالحة على طاولة النقاش أو في الأولويات كيف يتلخص دور الدوحة الآن في ملف المصالحة؟ سبق أمير قطر أن وجه مثل هذه الدعوة في قمة القمة العربية الأخيرة في الكويت حيث دعا إلى حماس وفتح إلى المصالحة أو تنفيذ إلى الدوحة لبحث عملية تنفيذ المصالحة هناك القضية هنا أن هناك جناحا لحماس في الخارج وجناح في الداخل والغلب حاليا لجناح الداخل وليس لجناح الخارج ولكن إذا أردنا المصالحة يجب أن يكون هناك موقف موحد لحماس حتى لا نفاجأ بمواقف متباينة تؤدي إلى نصف كل شيء كما حدث في المرات السابقة قضية الرزمة والرزم وإلى آخره هذه أعتقد أنها أسباب تعجيزية سواء كانت رزمة واحدة أو بالتدريج القضية لا تحتمل مثل هذه التفسيرات الكثيرة هناك يجب الانتفاق على حكومة حكومة مستقلين إذا ذهبوا إلى الدوحة تهيئ للانتخابات خلال ثلاث أشهر كما جرى في اتفاق الدوحة السابق واتفاق القاهرة حماس طلبت ستة أشهر هذه هي المهمة ومن يفوز يأخذ الجمل بما حمل حتى يأخذ منظمة التحرير ويأخذ كل شيء حماس تحاول انتزاع مكاسب سواء داخل السلطة أو في الحكومة أو في منظمة التحرير دون إجراء انتخابات الانتخابات ضرورية حتى نخرج من هذه الالتباس التمثيلي الذي حدث بعد وفاة أو استشهاد الرئيس أبو عمار انتخابات رئاسية سبقت الانتخابات البرلمانية برأيك الآن المناخ الأقليمي هل سيسهل هذه المصالحة أو هل سيدفع باتجاه هذه المصالحة وإنجاز قضية الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة؟ أعتقد أنه يسهل أنه نحن لم نعد في رأس أولويات الدول العربية حتى الدول العربية فما بالك بالأجنبية يعني اتفقنا أو لما نتفق يعود إلينا الآن وهذا هو المنطقة التي تتعامل به الدول العربية معناها الآن يعني أنتم أدرى بقضاياكم لا أحد يعترض وهذا جيد مصر التي لها ما لها من ملاحظات على حماس سمحت لأبو مرزوق أن يذهب إلى غزة وقد تسمح لقيادات أخرى بالذهاب إلى غزة القضية يعني مصر متفاهمة للوضع الفلسطيني وتدفع باتجاه المصالحة لأنها هي الدولة الراعية للمصالحة آمل أن لا تؤثر الضبابية في العلاقات أو الخلاف القطر المصري على إنجاز هذه المصالحة نأمل أن تكون المصالحة الفلسطينية حقيقية وليس كما المرات السابقة لأننا اجتمعنا كثيرا وكما ترين فإن الإنسان الفلسطيني لم يعر لم يعد يعر من هذه اللقاءات أي أدى اهتمام فلا تعليقات كثيرة ولا دردشة في الشارع نعم لكن يقال بأن هذه اللقاءات والاجتماعات مختلفة عما سابقاتها يعني هناك إرادة معينة دعنا نسميها إقليمية ولا ربما بعد الإرادات الدولية لإنهاء حياة الانقسام الفلسطيني لاستغلال هذا الموضوع أو لاستعمله كورقة معينة لمقابل قضايا أخرى في بلاد عربية أخرى يعني شوف الوضع الإقليمي يفرض على الفلسطينيين أن ينهو الانقسام والوضع الداخلي الفلسطيني هو أحد أسباب الضعف الفلسطيني سواء في المفاوضات أو في المقاومة المقاومة غير موجودة حماس لديها تفاهمات مع إسرائيل لديها تنسيق أمني لديها قوات على الحدود تتمنع حتى إلقاء الحجارة فما بالك بالصواريخ وبالتالي لا يمكنها أن تفاخر كما قال الزهار قبل فترة المقاومة يجب أن تكون مصالحة على قاعدة المقاومة طيب يا أخي محدد ما سيكون مقاومه فبالتالي المقاومة يعني برأيك الآن حماس لا تقاوم نهائيا هي تلعب على هذا المصطلح فقط أحمس تقول لك تقول نحن وفقنا على التهدئة ويجب الحفاظ على التهدئة وهناك فتاوي تحض على ذلك دينية وبالتالي ما كانت تحاربه بالأمس صارت تؤيده الآن وتحافظ عليه وتخرج لماذا؟ تطاوي منه وتطالب بالمقاومة من الضفة باعتبار أن غزة محررة غزة محررة ومحتلة يعني محاصرة الاحتلال يتعكم فيها ولم ينسحب من الاحتلال لأن حماس موجودة فيها كانت السلطة الموجودة فيها فبالتالي هذه المقارنات خاطئة لماذا هذا التغير أن أسميناه كذلك في التعامل حماس مع الاحتلال الإسرائيلي واقع فرضت القوى الإسرائيلية وفرض حكم الإخوان عليهم سابقا وهم الذين وقعوا هذه التهدئة وفيها بنود سرية وبنود علنية إسرائيل لم تلتزم بأي من الاتفاقات سواء في قضية تبادل الأسرى أو في التفاهمات حول وقف الصواريخ والتهدئة تنفذ كما تنفذ مع السلطة بطريقة انتقائية ما تريده وليس هناك ما يجبرها على أن تنفذ كل الاتزامات فنفس طريقة التعامل إسرائيل مع حماس هي نفسها التي تتعامل بها مع السلطة في الضفة الغربية لا جديد يعني طب برأيك إلى أي حد تتأثر حماس بدعنا نسميه انهيار الإخوان الآن إقليميا يعني الإخوان حضروا في عدة دول يتم التخلي عنهم الآن إقليميا وأيضا ربما دوليا إلى أي حد تتأثر حماس بهذا الموضوع؟ طبعا حماس كانت تراهن حتى شهور ماضية بناء على توجيهات من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أن الوضع في مصر سيلتهب وأن العسكر الذين يحكمون سينهارون أمام هبة جماهيرية وأن العمليات هذه العنيفة ستسقطهم إلى آخره لكن فشل هذا الرهان أيضا حماس حاولت إعادة الجسور مع المحور أو محور نقول محور إيران حزب الله سوريا وواجهت صدا قاسيا من سوريا ومن حزب الله وإيران قالت نحن لن تدخل الأمر بيد سوريا وحزب الله وهؤلاء أيضا رفضوا إعادة الجسور يعتبرون أن حماس غدرت بهم ولديهم مستمسكات ميدانية ووثائق عليهم أو على بعض العناصر المحسوبة على حماس وبالتالي تبحث عن حلفاء صحيح أن هناك تيار في حركة حماس من كتائب القسام وبعض القيادات القريبة منه عارضت منذ البداية فك الارتباط مع حزب الله وسوريا لكنها ضعيفة أمام التحالف القطري التركي الذي ساهم كثيرا في إسقاط نظام مرسي بسياسته بفضل سياسة على مرسي تتعارض مع ما كان يفكر فيه من تقارب مع إيران من حل سلمي للأزمة السورية أما الآن قطر تراجع موقفها تركيا أيضا زادت التحاما بالموقف الأمريكي صحيح وبدأت تبني جسورا مع إسرائيل يعني سياسات جديدة حماس تبحث أيضا عن سياسات جديدة في الداخل الفلسطيني لعل الداخل الفلسطيني والوحدة الوطنية تمكنها من استعادة بعض دورها العربي على الساحة العربية خاصة وأنها فقدت الكثير من العلاقات مع الدول العربية ولم تبقى لها علاقات عربية إلا ربما مع السودان ومع قطر سنتحدث أيضا عن ما جاء في المقال بخصوص قيادات زمزم وهنا نتحدث عن الإخوان في الأردن هل ما جاء في هذا المقال دليل على التشرذم في داخل الإخوان المسلمين وهل انتهى دور الإخوان المسلمين أقليميا بالنسبة للدول التي كانت تدعم هؤلاء في المنطقة لكن الإجابة بعد الفاصل الفاصل قصير ومن ثم نعود ابقوا معنا من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة نستكملها مع ضيف حافظ البرغوثي الكاتب والمحلل الفلسطيني الذي ينضم إلي مباشرة من رام الله عبر الأقمار الاصطناعية أهلا بك من جديد كنا نسأل قبل الفاصل عن تشرذم الإخوان المسلمين ما جاء فيه مقال فقرة أقرأ الحدث عما جرى منفصل لقيادات في الإخوان في الأردن هل يدل على تشرذم هذه الحركة من داخلها بسبب التخلي عنها أقليميا ودوليا هي ليست أول مرة ما يحدث في فروع جماعة الإخوان المسلمين المختلفة طبيعة الحزب أو طبيعة الجماعة هي طبيعة ديكتاتورية لا تؤمن بالنقد الداخلي هناك مبدأ القمع والطاعة أو السمع والطاعة كما تسميه وبالتالي من يختلف مع القيادة يتم طرده يعني يجب أن يبقى هناك النظام الحديد قائما وهذا سر الصدمة التي مني بها الإخوان المسلمون حاليا لأنهم لا يؤمنون ليس هناك جو ديمقراطي لبرالي يسمح بتعدد الآراء ومناقشتها هناك أوامر فقط يصدرها المرشد أو الرجل القوي إذا كان نائبا للمرشد ويجب على الجميع السمع والطاعة دون مناقشة طبيعة هذا التنظيم الحديدي تجعله هشا وقابلا في أي لحظة لطرد العناصر التي تريد النقاش كما حدث في مصر يعني لم نسمع حتى في داخل حماس نسمع تبرم داخلي لكن إذا خرج ناطق وقال كلاما معقولا يصدر بيانا أن هذا لا يمثل حركة وهذا الرجل ليس مننا وبعد حين يرجع هل انتهى دور الإخوان أقليميا ودوليا برعاك؟ هل انتهى دور الإخوان في المنطقة العربية أقله؟ مع الأسف يعني الإخوان الآن مثل ما يحدث في مصر بدأوا يتحلفون مع جماعات متطرفة إرهابية على يمين القاعدة وعلى يسار القاعدة وربما مع القاعدة والعلاقات بين القاعدة ونظام مرسي كانت واضحة وهناك مكالمات وتسجيلات إلى آخره عندما يصغر حزب نفسه ويتحالف مع هذه الجماعات فإنه عمليا بدأ يفقد الثقة بنفسه ويتصاغر وبالتالي جماعة الإخوان المسلمين كانت ترضع من بعض الدول الخليجية سواء التي حضرتها حاليا أو التي ما زالت تحتضن بعضها مثل قطر ومن الدعم الأمريكي الغربي وعندما تجف مصادر هذا الدعم فالحركة تلقائيا تصغر وتصبح كأي فصيل أو جماعة دينية صغيرة مع زمن تتأكل وتتصاغر مثلما تصاغرت في نهاية الستينات طيب دعنا نستمع الآن إلى الصحف الفلسطينية الصادرة صباح هذا اليوم من ثم نعود لنتحدث بالشأن الفلسطيني أكثر لو سمحت مع نسرين سلمي إذن أسعد الله صباحكم المصالحة الفلسطينية والمفاوضات المتعثرة والاعتداءات الإسرائيلية تصدرت عنوين الصحف الفلسطينية الثلاث الصادرة لهذا اليوم نبدأ مع صحيفة القدس مصادر مطلعة اتفاق على تشكيل حكومة التوافق وطني وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية غارات جوية إسرائيلية على غزة وصواريخ فلسطينية على جنوب إسرائيل جلسة مفاوضات اليوم أو غدا وأيام صعبة بانتظارنا اتفاق وشيك بين إسرائيل والفاتيكان يتضمن تسليم غرفة العشاء الأخير وإعفاء جميع الكنائس من ضريبة الأرنون العفو الدولية تعبر عن قلقها من استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين اجتماع أممي في جينيف لمناقشة الأوضاع القانونية الدولية للأسر الفلسطينيين في إسرائيل المحكمة العليا الأمريكية تراجع قانون أن يسبح للأمريكيين المولدين في القدس بإدراج إسرائيل كاجهة ميلاد وفي صحيفة الأيام نقرأ تمسك حماس بالرزمة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية يهدد فرص نجاح وفض المنظمة في غزة مركزية فتح تؤكد على عدم تمديد المفاوضات إلا على أسس واضحة نابلس إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عورتا أم الفحم المئات يتظاهرون احتجاجا على اعتداءات المستوطنين إصابة مواطنين في سلسلة غرات إسرائيلية على دير البلح وإطلاق عشرة صواريخ من غزة حماس أبلغت إسرائيل أنها لا ترغب في التصعيد معها دمشق تحدد الثالث من حزيران لإجراء الانتخابات الرئاسية المعارضة والأمم المتحدة ودول عديدة تستنكر وترفض عسكري إسرائيلي الأوضاع على حدود غزة تشهد تدهورا مستمرا المحكمة الأمريكية العلية تنظر من جديد في وضع القدس ننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة مركزية فتح تؤكد على عدم تمديد المفاوضات إلا على أسس واضحة إصابتان في سلسلة غرات إسرائيلية على قطاع غزة أبو مرزوق في غزة لحضور لقاءات المصالحة فلسطين والأردن يوقعان غدا اتفاقات وتفاهمات اقتصادية الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الانتهاكات الأخيرة في القدس هذه كانت أبرز العناوين في الصحف الفلسطينية ثلاث أصادر لهذا اليوم شكرا للمتابعة نسرين شكرا جزيلا لك إذن أستاذ البرغوثي ورد للميادين معلومات تقول بأن إسرائيل سمحت لمصطفى البرغوثي بدخول قطاع غزة مع وحفظ المصالحة كيف تنظر إلى هذه الخطوة كيف يقيم هذا الموضوع برأيك سبب سماح إسرائيل لمصطفى البرغوثي بالدخول الآن لغزة مع وفد المصالحة الفلسطينية لم تكن هذه عقبة أمام المصالحة كان دكتور مصطفى قال أنه قد يذهب إلى مصر ويدخل مثلما دخل أبو مرزوق عمليا القضية ليست من يدخلها هي مؤشر إلى ما يمكن أن يحدث لاحقا من قبل إسرائيل لأن إسرائيل والولايات المتحدة لا تنظران بعين الرضا إلى أي مصالحة فلسطينية أكيد هم يستخدمون الإنقسام الفلسطيني كمثبت للمفاوضات فإذا تحدثنا عن دولة طرح الإسرائيليون والأمريكيون طيب غزي خارج عن النطاق كيف ستقومون دولة بدون غزة وإذا أردنا إعادة اللحمة إلى هذا الوطن يقول أنكم تتحالفون تتفاهمون مع منظمة إرهابية يعني حماس اللي معه بينها وبين إسرائيل اتفاق تهدئة بوساطة من المصرية سابقة وحاليا ليست إرهابية عندما تتفاهم فتح وحماس تتحول حماس إلى حركة إرهابية هذا منطق التسويف والتثبيط الإسرائيلي لمنع المصالحة لأن الإنقسام الفلسطيني يخدم إسرائيل تفاوضيا وسياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا أما بالنسبة تفضل فبالتالي إسرائيل ستعمل كل ما في وسعها لإحباط المصالحة حتى لو تمت تشكيل حكومة مستقلين أتوقع أن إسرائيل ستمنع أي وزير فيها من التنقل بين غزة والضفة الغربية أو ربما تمنعهم حتى من مغادرة الضفة أو مغادرة غزة سنتحدث عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أكثر كيف تجري كل تفاصيل هذا الموضوع وماذا يراد منه دعنا نستمع إلى ما تكتبه الصحافة الإسرائيلية في هذا الخصوص لنتحدث عن الموضوع من خلال كل وجهات النظر ونعرف خبائها إذن فلنستمع إلى أقرأ إسرائيل إسرائيل هايوم حل السلطة له ثمن قبل أسبوع من سقوط حبة الرمل الأخيرة في ساعة المفاوضات يتوقع أن تستأنف هذا الأسبوع الاتصالات بين السلطة وإسرائيل بوساطة المبعوث الأمريكي في هذه الأثناء تلقى أبو مازن تحذيرا أمريكيا قويا بعد تهديده بحل السلطة إذا فشلت المفاوضات قبل أسبوع من انتهاء الفترة التي حددت للمفاوضات لجأ أبو مازن إلى المدافع الثقيلة فإلى جانب التلويح بحل السلطة ونقل المسمولية في الضفة الغربية إلى إسرائيل هدد بإحياء اتفاق المصالحة بين فتح وحماس ورفض مواصلة المفاوضات مع إسرائيل ما لم توافق على شروط سبعة التي وضعها الفلسطينيون أمام الوسيط أندك مسؤول فلسطيني كبير قال لإسرائيل هايوم من استأناف محادثات المصالحة هدفه التلميح لإسرائيل والولايات المتحدة بأن انسداد أفق المفاوضات سيقود السلطة إلى مصالحة وطنية مع حماس المسؤول أوضح أيضا أنه ثمت رغبة لدى الطرفين لإحياء اتفاق المصالحة مضيفا لن نتفاجأ إذا أعلن أبو مازن وأبو مرزوق عن اتفاق مصالحة جديد في الأيام المقبلة لكننا لن نتفاجأ أيضا إذا لم ينفذ في نهاية المطف حذرت الولايات المتحدة رئيس سلطة الفلسطينية محمود عباس من مغبة تنفيذ خطوات لحل السلطة يوم الأربعاء الماضي التقى عباس وفدا من الكنيسة وأبلغه أنه سيطلب من الإسرائيليين أن يأخذوا المفاتيح إذا استمر الجمود السياسي وتحمل مسئولية ما يحدث في أراضي السلطة التهديد نفسه كرره رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات خلال اللقاء الثلاثي الخميس الماضي موظف إسرائيلي كبير على صلة بأجواء اللقاء أشار إلى أنه خلافا للسابق تعامل الوفد الإسرائيلي المفاوض بجدية وخطورة مع رسالة عريقات المزاج العام في الجانب الفلسطيني سلبي جدا قال المسؤول الإسرائيلي مضيفا هم يفكرون فعلا بتنفيذ خطوات متطرفة خلافا للسابق لم نعد نستخف بالبيانات الفلسطينية حول إعادة المفاتيح يوم السبت يلتأم المجلس المركزي لمنظمة تحرير الفلسطينية استثنائيا في رمالة بطلب من عباس مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون كبار ذكروا أن الاجتماع سيبحث تمديد المفاوضات أو الخروج نهائيا من محادثات السلام وأن إحدى المسائل الرئيسية التي ستناقش هي إمكانية حل السلطة واستئناف واسع للخطوات أحدية الجانب في الأمم المتحدة المستاذ حافظ هل يمكن فعلا أن نشهد خطوات فعلية من قبل السلطة الفلسطينية بحل السلطة الفلسطينية؟ عمليا الموقف الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية والموقف الأمريكي المتخاذل أو المائل والمنحاز إلى الجانب الإسرائيلي وغياب الموقف العربي الفاعل فبالتالي هذه المواقف كلها هي التي تدفع إلى حل السلطة نحن لا نريد حل السلطة لا الرئيس أبو مازين يريد حلها ولا الشعب الفلسطيني يريد حلها نحن نريد حلا للقضية الفلسطينية طالما تعقد مثل هذا الحل وطالما أن إسرائيل لا تفي بأي التزام بل بالعكس تذهب إلى الممحكة كأن تقول أطلقنا أسرى مقابل مستوطنات وهذا غير صحيح يسرقون المال الفلسطيني ولا نجد دعما عربيا منذ قمة سيرت حتى الآن شبكة أمان شبكة أمان شبكة أمان عربية مالية ولا نراه إذن والموقف الأمريكي عاد إلى ما يشبه موقف أو سياسة دينيس روس السابقة بمعنى آخر يطرح الأمريكيون موقفا ويطرح الإسرائيليون موقفا ثم ينسى الأمريكيون موقفهم ويتبنون الموقف الإسرائيلي ويبدأون بإقناعنا به والآن كيري يمارس نفس الدور طب الآن تحذر أمريكا من اتخاذ مثل هذه الخطوات من قبل أبو مازن بحل السلطة الفلسطينية سؤال عفوا أقول بأن واشنطن الآن تحذر أبو مازن من اتخاذ مثل هذه الخطوات بحل السلطة الفلسطينية إلى أين تتجه الأمور في هذا السياق يعني طبعا يعني شوف الاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالموقف الفلسطيني وصل إلى أقصى درجاته يعني بمعنى آخر عندما وقع أبو مازن الانضمام إلى 15 منظمة دولية إنما وقع ذلك مكرها لأن الأمريكيين والإسرائيلي قالوا بعد ساعة بعد ساعتين سنعطيك الرد على إطلاق سراح الأسرة ومر الوقت مر يوم يومين ولم ينفذوا فوقع هذا استخفاف كانوا يقولون مسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي قالوا للجانب الفلسطيني بعض الشخصين الفلسطيني لن تجرؤوا على مثل هذه الخطوة هذا الاستخفاف أدى إلى أننا وقعنا الآن الاستخفاف الأمريكي والإسرائيلي كان قبل أيام أو قبل أسابيع يستخفون بمسألة حل السلطة ماذا يبقى للسلطة لكي تعمل إذا استمر الإسلطان؟ مالطة كما يقول أحد الكتاب الفلسطينيين أو يصور هذا المشهد؟ لا أظن نحن إذا حلت السلطة نكسب الدولة نصبح دولة تحت الاحتلال دولة نحن مراقبين في الأمم المتحدة ننضم إلى كل المنظمات الدولية كافة ويصبح دولة تحت الاحتلال يتسري عليها القوانين والموافق الدولية ويحق لنا المقاومة ويحق لنا أن نزيل الإسلطان ويحق لنا كل ما هو متاح وفق القانون الدولي من المقاومة بأشكالها المختلفة إذا حلت السلطة نكسب الدولة يعني الوضع الفلسطيني الحالي في ظل هذه الممارسات الإسرائيلية عمليا لا يطاق إذا نحل السلطة من مصلحة القضية الفلسطينية الآن يعني هم يستخفون بنا ويدفعوننا إلى المواقف المتطرفة يعني إسرائيل وافقت على إطلاق الأسرة تراجعت عن الدفع الرابعة هذا التزام صغير كيف سيزيلون عشرات المستوطنات وينسعبون من القدس الشرقية ويطلقون ألاف الأسرة إذن إسرائيل ليست مهتمة مطلقا بعملية السلام لديها مشروع استيطاني مشروع قهري مشروع فصل عنصري مشروع استحواذي وفي مخيلتها عملية تهجير جماعية أو حشر الفلسطينيين في مناطق معينة بسؤال أخير وباختصار لو سمحت لأنه دهمنا الوقت هناك معلومات للميادين بأن الجلسة التفاوضية اليوم جلسة مفاوضات السلام إن صح التعبير يتوقع أن تكون صارمة هكذا أتت المعلومات للميادين هل ستكون صارمة برأيك وبأي معنى ستكون صارمة هل ستؤدي إلى نتيجة الآن ستكون حاسمة أستطيع أن أقول لأن الجلسات السابقة كانت سيبي ليفني وملكه يتحدثان كأنهما حاكم عسكري يريدون إملاء على أسيرين فلسطينيين وليس مفاوضين أرأهما لا للقدس لا للحدود 67 لا 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 هل ستشهد جلسة اليوم بتوقع أي تغيير أعتقد أنه أن هناك سيكون بعض التغيير الإسرائيلي ولكن لن يكون دراماتيكيا الإسرائيليون يتحركون ببطء السلحفاء مستفيدين من الوضع العربي والتأييد الأمريكي الذي الآن يتفق تماما معه والأمريكيون يضغطون على الدول العربية على بعض الدول العربية لكي تضغط على الفلسطينيين لأن ينسوا كثير من المواقف والثوابت التي يصرون عليها مع الأسف الموقف العربي أيضا متخاذل نعم حافظ البرغوثي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا مباشرة من رام الله أشكرك سيد الكريم جزيلا شكرا على وجودك معنا في هذه الحلقة أيضا مشاهدنا الشكر الأكبر لكم على متابعتكم لنا ألقاكم في حلقة جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة